السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا يا أسطورة شاب بتربط طول عمره في الأدغال وسط الوحوش بيخطف امراته علشان يكبروا يسلم نفسه لشخص مجهول مقابل الماس وهنا كانت المفاجأة اللي صدمت الجميع لو بتحب القضايا والإصارة والتشويق يبقى لازم تدخل دلوقتي على بيتج أرشيف هتلاقي الرابط في أول كومنت ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة في سنة 1884 وقت ما الدول المستعمرة الكبرى قرروا يقسموا دولة الكونغو لإن ملك بلجيكا طلع ببيان في الوقت ده وقال إن بحر الكونغو في معادن وطبعا الطمع ملأ قلبه وفضل خمس سنين متواصلة يدور على المعادن لحد ما خسر تقريبا معظم سرويته وبرضو ما لقاش حاجة وكمان ما بقاش قادر يصرف على أهل شعبه ومع ذلك قرر يجازف وبعت أكتر شخص بيعتمد عليه وهو ليون علشان يدور له على مانجم ماس اسمه أوبار وبالفعل بعد وقته قليل جدا وصل ليون للمانجم وخد معاه قوة كبيرة من الجيش علشان تحميه بس أول ما بيوصلوا بيسمعوا صوت حد بيرقبهم وقتها قائد الجيش بيؤمر رجالته يجهزوا الأسلحة والرشاشات وبيخليهم يغربلوا المكان كله بالرصاص بشكل عشوائي وبمجرد ما بيوقفوا ضرب بيلاقوا جسس أهل القبيلة اللي بيحموا المانجم مرمية قدامهم وبيفكروا إنهم خلاص قادوا عليهم وبيقرروا يكملوا يدخلوا المانجم في اللحظة دي بقى أدركوا إن زعيم القبيلة ما بونجا ورجالته المتوحشين عاملين ليهم كمين وبيقفلهم فوق الجبل ومسكين في إيديهم الرماح وأول ما ما بونجا بيديهم أمر إنهم يضربوا بيرموا سيل من الرماح على رجالة ليون وبيموتوا عدد كبير منهم ده غير إنهم بيطلعوا من المية وبيهجموا عليهم بكل وحشية وبيحصل ساعتها ملحمة قوية جدا بين الطرفين وفي نفس الأثناء ليون بنلاقيه مستخبي علشان يحمي نفسه لحد ما فجأة صدم لما لقى كل رجالته على الأرض ورجالة ما بونجا محوطة من كل اتجاه ومع ذلك بيقف قدامهم بكل ثقة ولما بيقرر واحد من أقوى المحاربين في القبيلة إنه يتهجم عليه بيقدر ليون يتفادى ضربه وبيلف السلسلة اللي لابسها في يده على رقبة المحارب وبيخنقه وسط زهول من كل اللي واقفين وقتها ما بونجا بيقرر وقف القتال وبيقول ليون إنه عارف إنه جاي ياخد منه الماس فبيأكد له ليون كلامه وبيقوله كمان إنه مستعد يعمل أي حاجة يؤمره بيها علشان يحصل على الماس فبيوافق ما بونجا على الصفقة وبيقوله على اسم شخص يجيبهولو لحد عنده على الناحية التانية بقى بنروح لمدينة لندن في انجلترا في اجتماع بين أتباع حاكم بلجيكا وبين أمير انجلترا في الوقت ده وبيكون اسمه جري واللي بسبب تعايشه لفترة طويلة في الكونغو من وقت طفولته قرر حاكم بلجيكا يبعث له دعوة يروح مع البعثة بتاعته للكونغو علشان يشوف المدارس والكنائس اللي بناها للناس علشان مبادرة منع العبودية اللي قرر يعملها بس الغريب إن جري بيرفض إنه يرجع موطنه اللي تربى فيه وقتها وليام مستشار حاكم بلجيكا بيقوم من مكانه وبيعرف جري إنه مهم جدا في البعثة دي بما إنه فتل أدغال طرزان ولو الحاجات اللي اتعملت عجبته هتدخلوهم مكاسب كتير جدا لكن رغم كده جري بيشرب قهوته بكل هدوء وبيرفض يسافر للمرة التانية وبيلغي الاجتماع وبيمشي وده لإنه حس إن الموضوع صافقة مش حاجة حقيقية عملوها تفيد الناس بعدها بنلاقي وليام طالع يجري وراء بسرعة وبيقوله إنه اضطر يقول الكلام ده قدام حلفاءه أما هو في الحقيقة عاوز يروح معاه لأنه عارف لغة أهل إفريقيا عموما مش الكنغو بس وعارف كمان عدتهم وتقالدهم وبيتفق معاه إنهم لو عرفوا إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل هيقلب الدنيا على حاكم بلجيكا في الوقت ده بيتطمن جري لويليام وبيقرر يوافق ولما بيمشي بقى بيفتكر لما أبوه أمه كانوا تهوا في الأدغال وأمه كانت حامل فيه وماتت أول ما ولدته فبيحزن أبوه جدا وبياخدها يدفنها بس للأسف هجم عليه ساعتها عدد كبير جدا من الغريلات كسروا عدمه وموتوه ويشاء القدر إن واحدة من الغريلات دول تلاقي جري وهو لسه في اللفة ويصعب عليها وتقرر وقتها إنها تربي مع ابنها أكت رغم إن كل فصلتها كانوا عاوزين يكلوه بعد كده بيروح الأصر بتاعه وبيلاقي جيم مراته قاعدة بتحكي للأطفال عن الحيوانات وأول ما بتشوفه بتطلب منه يعمل لها صوت العصفور اللي هي بتحبه وقتها بيعمل لها جري الصوت وبيلفت نظر كل الأطفال وبيجروا عليه علشان يحكي لهم عن حكاياته في الأدغال ولما بيخلص لعب معاهم بيطلع هو وجين وبيعرفها إنه مسافر الكونغو فبتفرح جدا لإنها هتزور أهل القبيلة اللي تربت فيها لكن جري بيرفت تماما ياخدها معاه وبيعرفها إنه خايف عليها فبتفكر إنه خايف مما بونجا لكنه بيرد عليها وبيقول لها إنه حاسس إن في حاجة تانية هتحصل وبعد ما صمم خلاص على قراره سبها وخرج من الأوضة أما جين فبتقوله إنه مش هيقدر يمنعها من السفر معاه بالليل بقى بيدخل مكتب أبوه وبيلاقي كتاب في رسالة من أبوه بيعرفوا إنهم لو ما قدروش ينقذوه هيبعتوله حد يرجعوا للمملكة من تاني وهنا كان يقصد جين وأبوها العالم الكبير بعدها بيسرح جري وبيفتكر لما بدأ يكبر شوية وزعيم الغورلات هجم عليه بغرابة وكان عاوز يخلص عليه لكن لحسن حظ جري إن الغورلات لما بيلاقوا حد أضعف منهم وبينحني قدامهم ما بيرضوش يأذوه وده اللي عمله جري من شدة خوفه بعدها الغورلات اللي ربطه بتروح تاخده في حضنها وبتديله حاجة يكلها علشان تطمنه وبنلاقيه لسه محتفظ بيها لحد دلوقتي تاني يوم بقى بيلاقي جين قاعدة على شجرة وشكلها زعلنة منه فبيروح يقعد معها وبيصالحها وبيوافق إنها تروح معاه طالما هتقعد عند أهل القبيلة اللي تربت فيها بعدها على طول بيروحوا يقابلوا وليام وبيبدأوا رحلتهم لحد ما بيوصلوا للكونغو وقتها بتقرب منهم مجموعة أسود وبيفضلوا يلعبوا مع جري تحت أنظر الاستغراب من وليام فبتعرفوا جين إنهم كانوا متربيين معاه وهم أشبال وعلى الناحية التانية بقى ليون راح اتفق مع قبطان كبير إنه هيسلم طرزان لمابونجا وياخد منه الماس وبيعرفوا المكان اللي هيقابلوا فيه علشان يفجر المفاجأة اللي عملها لهم وقتها القبطان بيعرفوا إنه الآن جدا لكن ليون بيأكدوا إنه عامل حساب كل حاجة وبنرجع بعدها بقى لجري واللي معاه لما بيوصلوا عند القبيلة وبيطلع الزعيم وأهل القبيلة كلهم يستقبلوهم بحفاوة لأنهم بيحبوهم جدا وبالليل بيعملوهم حفلة استقبال كبيرة تليق بيهم وقتها جري بياخد باله إن في ناس من القبيلة وقفين بيحرصوا الناس فبيسأل الزعيم عن السبب وبيعرف إن في جماعة بيخطفوا ناس منهم وبيخلوهم عبيد أما جين بقى فبتبقى مستمتعة بأغنية الأسطورة طرزان وبتقول إن الناس كانوا بيخافوا منه علشان قدر يتعايش مع الحيوانات المفترسة ويجبرهم كمان إنهم يطيعوه وده لإنه كان عدواني جدا مع البشر بسبب مجموعة شباب كانوا بيصطادوا الغريلة اللي ربطه وطبعا هو خلص عليهم بدون رحمة من شدة حبه لها بعدها بقى بتروح جين على البيت بتاعهم وبتفتكر ساعتها أول مرة قابلته فيها لما خرج لها من وسط الأشجار والغريب إنه بسبب كره للبشر إلا إنه وقع في حبها من اللحظة الأولى بس لما بتصرخ في وشه من خوفها بيسيبها وبيجري بالوقت الحالي بقى ليون ورجالته بيهجموا على أهل القبيلة وبيسألوا الزعيم عن طرزان وللأسف لما بيرفض يقول على مكانه بيخلصوا عليه بعدها بيكتفوا كل شباب القبيلة علشان يضمهم للعبيد بتاعهم لكن طرزان ساعتها بيغضب جدا وبيقرر يخرج وجههم بس للأسف كلهم بيهجموا عليه وبيكتفوا بشبكة متينة ودلوقت بقى دور وليام اللي بيطلع من مخبأه وبيمسك مسدسين وبيفضل يموت رجالة ليون واحد وراء الثاني وبيقدر إنه يهرب طرزان من إيديهم لكن ليون كان زاكي وقرر يخطف جين علشان عارف إنه هيعمل المستحيل علشان ينقذها تاني يون بقى بيفوق طرزان من الغيبوبة بيلاقي جين اتخاطفة وزعيم القبيلة ميت ومعظم شباب القبيلة خادهم ليون يخليهم عبيد عنده وقتها الغضب بيتملك منه وبيقرر يعمل خطة محكامة علشان ينقذهم في الناحية التانية ليون بيروح يتكلم مع جين وبيقرر يعترف لها إنه هو اللي بعت لهم الدعوة الملكية علشان يسلم طرزان لمابونجا مقابل الماس وكان هيموتها هيا وليام بعدها علشان ما يبقاش في دليل عليه في اللحظة دي بقى كان طرزان خد معا وليام وشبين من البقين في القبيلة وبيفضل ماشي وسط الغابة لحد ما بيوقف على جبل عالي فوق السكة الحديد اللي بناها حاكم بالجيكة علشان ينقل من خلالها الامدادات بتاعته وده لإنه عارف من شباب القبيلة إنه ليون وأتباعه بينقلوا العبيد في القطر ده وبينلاقيهم فجأة بينطوا كلهم من فوق الجبل وبيتعلقوا في فروع الشجر وأول ما بيوصل للقطر وبيعد من تحتهم طرزان بيمسك حبله وبيشيل وليام على ظهره وبيفضل مسك فيه لحد ما بينزل على القطر من فوق وبيشوف ساعتها أهل القبيلة وبيعيدهم إنه هينقذهم وعلى طول من غير تفكير بيدخل القطر على قوات الجيش اللي جايبهم ليون وبيفضل يضرب فيهم بمنتهى القوة وبيقدر إنه يقضي على عدد كبير منهم بعدها بيمسك قائد الجيش ده وبياخد منه مفتاح القيود بتاعت العبيد إنه هيجمع عدد كبير من الجيش وهيعمل جيش أكبر من المرتزقة اللي بيحربوا مقابل الفلوس وساعتها هيبقى قادر يدمر مابونجا وقابلته كلها وياخد منجم الماس لنفسه وبكده العالم كله هيوافق إنه يبقى حاكم بالجيكا الجديد وعلى الناحية التانية بقى بنلاقي جين سرحانة وبتفتكر طرزان لما لقى أكوت أخوه الغريلة بيهجم عليها فقرر إنه ياخد كل الضربات مكانها علشان يحميها بعدها بتلاقي رجالة اليوم بيقوموها تقابله وإلا هيرموا واحد من أهل القبيلة في البحر فبتضطر جين وقتها توافق على طلبهم وبتدخل تقابله وأول ما بتقعب بتلاقيه بيرمي العقد بتاعه على التربيزة فبتستنى الفرصة المناسبة وبتشد العقد علشان تخنقه لكنه كان عامل حسابه وبياخده منها وبيقعد تاني بمنتهى الهدوء لإنه عارف قد إيه هي مهمة بالنسبة له ومش هيقدر يقزيها بس برغم كده فضل مركز معاها لحد معارف إنها مخبية سكينة تحت التربيزة فبيطلب منها ترجعها مكانها وإلا هيخلص على أهل القبيلة كلهم قدام عينيها فبتضطر جين ساعتها إنها تسمع الكلام وتديله السكينة وبنروح بقى للنص الثاني من خط الطرزان وهو إنه بياخد ويليام معاه وبيقرر يروح يطلب المساعدة من الغريلات بس هناك كان أكوت مستنيه وكله غضب لإنه تخلى عنهم مسافر وعلشان كده بيدور بينهم قتال من أشرس القتالات اللي ممكن عينك تشوفها ضربات قوية ومدمرة بين الاتنين رغم فرق القوة الواضح لأكوت ومن شدة قوة طرزان في المواجهة اضطر أكوت إن يعضوا من ظهره ويكبروا استسلم وبعدين كان رايح يكمل على ويليام لكن طرزان بيلحقه بيقوله يركع قدام أكوت ويبين له إنه ضعيف علشان يسيبه وبالفعل لما ويليام بينفس كلام طرزان بيبعد أكوت عنه بالليل بقى طرزان بيستخدم النامل علشان يدويلوا الجرح اللي في ظهره وبيفضلوا يتكلموا شوية لحد ما بيلقوا قطيع من الفيلة داخل عليهم وبيكونوا فرحانين جدا رغم إنه ما شفهمش من فترة طويلة واللي حصل ده الدلو آمل إن الغريلات لما يلاقوا واقع في ورطة هيحموه تاني يوم بقى رجالة اليوم بيفكوا السلسلة اللي مكتفين جين بيها وبيخلوها تشوف صاحبها اللي من القبيلة وهم بيرموه في المية قدام قطيع من فرس البحر وقتها بتقدر تستغل الفرصة وتضرب الحراس وتنطف المية بسرعة وبتفتح لصاحبها السندوق اللي محبوس فيه وبيهربوا هما اللي اتنين من فرس البحر بسرعة خرافية ملهاش مسيل وأول ما بيطلعوا من المية بيتفرقوا اللي اتنين ويا شاء القدر إن جين تلاقي نفسها متحوطة بالغريلات فبتركع قدامهم علشان ما يهجموش عليها وللأسف ساعتها اليون ورجال تولحقوها وضربوا واحد من الغريلات بالرصاص في اللحظة دي ترزان بيسمع صوت صراخ الغريلات وبنلاقيه بينط من فوق الجبل اللي واقف عليه وبيروح على مكان الصوت بأقصى سرعة وهناك بيقابل أكوت وبيقرروا وقتها يحطوا أديهم في إيد بعض علشان يدمروا اليون وجيشه بس للأسف اليون خلاص كان عامل حسابه وجاب واحد من رجالة مابونجا علشان يساعدهم وبنعرف ساعتها إن مابونجا كان عاوز ينتقم من ترزان لأن ترزان موت ابنه اللي كان بيصطاد وموت أمه الغريلات قدام عينيه أما ترزان بيقرر إنه روح لمابونجا يكشف له مخطط اليون بنفسه لكن مابونجا رفض يتفهم معاه وأمر رجالته يهجيموا عليه واحد وراء الثاني لكن لما بيلاقيهم مش قادرين عليه قرر يتدخل بنفسه وبيحصل بينهم قتال متوحش ضربة هنا وضربة هناك لحد ما بيغضب علشان مابونجا مش عاوز يصدقه وقتها بيمسك خانجر وبينقض على مابونجا يضربه بطريقة الغريلة على ظهره وبيكتفه وبيحط الخانجر على رقابته قدام قابلته وقتها مابونجا بيضطر إنه يوقف القتال ده غير إنه لقى جيش الغريلة جايله من كل مكان علشان يحميه ووليام كمان اتدخل وأكده كلام ترزان ساعتها بس مابونجا بيقرر يحافظ على قابلته وبيصدق ترزان وبيسيبه يروح يلحق جين بعدها ترزان بيروح ورا ليون بيلاقيه عامل جيش كبير جدا وللأسف هو مش معا العدد ده كله يحارب معاه لكنه بيقرر يستعين بجيش أقوى بفرق كبير جدا عن جيش ليون جيش من الحيوانات المفترسة وبيخدهم على طوله وبيهجم على ليون وجيشه وبيقضي عليهم في وقته قليل جدا وبيطير مسافة كبيرة جدا بسرعته وبيخطف جين من الحراس وبيفضل يجري على بيت بيتهدم بسبب الرصاص اللي رجالة ليون بيدربو عليه لما البيت اتفجر وكل الناس فكروا ان ترزان مات لكن بينلاقيه عايم تحت المية وفي نفس اللحظة ويليام بيمسك رشاش وبيفضل يضرب على المركب اللي فيها ليون علشان يضمرها ويمنعه ان يروح للقبطان اللي هيهرب معاه وساعتها ترزان بيستغل الفرصة وبيطلع له المركب علشان يموته ويرجع الماس بس ليون الغدار فضل مستخبي لحد ما جات له الفرصة وهجم على ترزان بالسلسلة اللي معاه لفها على رقابته وخنقوا بيها وبيقف قدامه يتباه بنفسه وفكر انه خلاص هرب وقتها ترزان صدمه بصود غريب جدا بيعمله وبنعرف ساعتها ان الصدة بيجذب انتباه التمسيح وفجأة بنلاقي التمسيح محوط المركب وترزان بيدربه بالرجل بيوقعه في الارض وبيقطع السلسلة بعروق رقابته وبيمسكه يرميه في البحر للتمسيح بس الصدمة المفجعة للجميع ان المركب بتنفجر بعدها على طول وعليها ترزان وقتها بنلاقي جين حزينة جدا انها خلاص مش هتشوفه تاني لكنه بيفجئها وبيطلع من وراها وبيحتفل مع الناس كلها بالانتصار وبعد سنة من الواقعة دي قرر ترزان يسيب العيشة في لندن ويروح يعيش في الكونغو واخيرا جين بتخلي فوالا الجميل القبيلة كلها بتبقى فرحانة بيه مش هما بس وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا اسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action